أعلن ديوان الخدمة المدنية رسمياً أن عطلة عيد الفطر ستكون يومي الأحد والاثنين في السابع عشر والثامن عشر من يونيو الجاري سواء كان العيد يوم الجمعة أو السبت وأصدر الديوان تعمي من أكد فيه أن الدوام الرسمي سيبدأ بناء على ذلك الثلاثة في التاسع عشر من يونيو الجاري مضيفاً أن الأجهزة ذات الطبيعة الخاصة تحدد وجهازاتها للجهات المختصة بشؤونها على نحو نراعي المصلحة العامة